ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قلية 100% زهر أحمد مروي أحسن خير زوجة باية كان شاخ باية لما انطلع شاخ لقى انو شيء بير علا انو هو رح يسلي ليكل يروح يجوز واحد ليكل قال لي لا لا لأ قالوا انا لم يكن فيها فيها العيش ارضايا على كوبا سافر على كوبا يوم إخته اختلفتها جاوزة بعد المحل طبعه وإجها لتلقها منه لأنه كان ظالم معاها لما رجع لبنان إجع على السنغال باي وإمي كانوا هون بالسنغال وقع الحرب ونحن بقينا في لبنان عند خالي أول لس إجوا على السنغال أنا وإختي بالبطوليوتين إجت لعند إم وبي كنت ترق إراز وكان في الدار عند باي شجرة شو اسموا هيدا كرسول دل عشر سنين ما تحملش السنة اللي جيبنا نحن حملتين النهار اللي وصلنا وقعوا على راسنا أول ما إجيت لهون زوجة عنده أصحابه كتير وإنما ما نجوزنا إجوا لعنا قال لي يلا بنا نرح لنا نرد الزيارة رحت أول بعد اشتريت حلاء اشتريت مشي اشتريت بوستان اشتريت خاتم أنا ما بيعرفو هاللغة لأني عشت ببيت مسكرة قالت له لا أحمد لأني ما عش بجو رحلة مطرحة قال لا بدك تروحي قالت له لا رحنا ع غير بيت كمان بي بذات الشي قالت له أنا بدك تروح مطرح ما بدك روح أنا عيني ببيتي ما عشت بهرس النسفين شو بيحكوا اشتريت بوستان واشتريت مشي واشتريت أنا مش بنرأيه يحكي تاجر يحكي بيحكي معك من أحسن شي بالتجارة من أحسن شي زوجي كان يشغل من بره يشغل بضعه وضيعه قالت له لا أحمد شنيح أنا بدك يشغل ويفتح محل بيشغل أنا اللي جبرت ويخلي المحل كان شغلي كتير قاسي كنا بالبلد كلها الزهرة وبس اسمي بالبلد كان الزهرة وبس بدو حد يجي من البر من موريتانيا من ماليا من نمبرت من البر يجي لعند الزهرة قبل ما يكون سنور حلمت فيها أنا بالنوم إنه طلع عشرين متر بالهوى ونزل أخدت القرآن وعطيته إياه أخته كان ساحبتي رحت لعند أخته قلت له أنا أنا شفت خوكي بالمنام وعطيته قرآن وفسرت المنام قالوا لي أو بيحكم عشرين يوم أو عشرين شهر أو عشرين سنة وهذا الكرآن حبي تعطيه أعطيه أخذت الكرآن وعطيته بيس وحطه على رأسه كان مؤمن بالدينة بالأديان الثنين كله كان مؤمن أخته مسيحية أخته مسلم أخوه مسيحي أخته مسيحية العائلة ملانج كانت ما عندهم فيها فرق ما بيعترفوا فيها هذا هذا مسيح وهذا مسلم السنغالية ما بيعترفوا فيها ما بيهمهم هون مش مثل عنا نحنا دا بي عرابسة باباري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر